رامي بصراحة يعني الجميع بلا استثناء في حالة انبهار برامي ربيع واحنا لنا قصص مع بعض طبعا حالتك عانيت معايا كتير لنا مكالمات كتيرة نحكي بالمعاناة الاول ولا نحكي بايه نبدأ بالمعاناة يلا بنا طبعا كان في معاناة كبيرة بيتعرضها لأي لعب كرة قدم مش حاجة مش هقول عليها ان هي ضد رامي او ان في حد كان مستقصد لا مفيش حاجة كده في الكرة حالتك قادرة مني في الكرة بيبقى فيه مدرب بيحبه ومدرب بيكره ده طبيعي والمدرب اللي بيحبه ويكره ده ليه كل اللي احترامه التقدير تعلينا في النادي الاهلي ان انت تحترم ده ضدك معاك تحترم ده لانا اتكلمت مش هتقذي حد غير نفسك لو انت اتكلمت او عبرت عن اسلوب وحش ان انت كاره النظام او كاره المعاملة او كاره الطريقة مش هيتزغر اللعيب صح محدش هيفها من اللعيب ده بيتعرض لضغط محدش هيفها من اللعيب ده بيتعامل وحش محدش هيفها من اللعيب ده ما بيلعبش عشان خاطر فيه سبب فني او فيه سبب شخص هو مختار كده نعم فاهمين انه هو ده سير من اللعيب نعم ففي المرحلة دي بس انت حاول اللعيب على قد ما يقدر يقفل ودانه وعنيه مقراش انه يضغطه اكتر يعني هو اللعيب بيبقى مضغوط لوحده في الفترة دي صحيح مضغوط مش حابب كلمة من حد برجع لأهلي مش مبسوط وانا قاعد معاهم مداي طبيعي اي واحد بيزع على حاله لو ما بيلعبش شغلي اكل عيش لو عيشت موظف او حاجة ما بتبقاش حلوة صح معيها ما حبيتش ان انا عيش موظف في يوم من الايام ان انا اروح التمرين وارجع بالتمرين ما بيلعبش مليش دور مع الفرقة مليش دور خالص مليش دور خالص نحن نتكلم عن فترة موسيماني اه من فترة موسيماني اه من بدايته اول مجيه اول مجيه اول مجيه كنت انا مع فيلر طبعا الحمد للأساسي اقبت كل مماتشاط اقبت مماتشاط عفريقيا كلها فلأ كان معاي كويس يعني كويس مش معنى ان موسيماني كرهني فانا اتكلم عنه وحش لا 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 بالعكس طبيعتك خالص اه لا خالص لانه هو لي وجه نظر ولي وتحترم وحقق نتائج كويسة مع النادي وده معنى أنه كان شغال كويس ومختار أشخاص ممكن يبقى أحسن من رامي كان مين بيلعب في الوقت ده؟ كان بدر بنون وأيمان أشرف وياس إبراهيم وانا وكان فيه متولي معانا برضو بس يعني الواحد ما بيحسبهاش أنه بره يبقى الرجل ده وحش أنت كنت مع فيلر أساسي ومن قبل فيلر آه بالضبط نعم فلعب مع جوزيه نعم لسه عليك آه لسه نحن نتكلم عن المعاني فأنا عادي تقبلت الفكرة وتقبلت بس أعدت كتير يعني أعدت فترة كبيرة مهما لعب أنت ملعبتش خالص معا لأ كنت ملعب يعني لما يجي يحتاجني مثلا فيه أنا فاكر فيه ماتش آلي وزمالك سبنات 3-0 في الدولي كان كهرباء لسه جايب أول جون ليف آلي وزمالك مع الآلي نعم ما كانش يلاقي مساكين يلعب جنبي ما كانش يلاقي ما كانش يلاقي كلهم مصابين آه يعني أصد يعني مش عشان خاجة عشان هما مصابين اللي كان بدر منهم مصاب أي من مصاب متالي أو موقوف نعم نفس الكلام ياسر فما كانش يلاقي أحد يلعب جنبي وماتش صعب زي ما أنت شايف أهلي وزمالك وفيستاد الكعيرة وموضوع صعب فيعني بالصدفة يعني لقيت بيقول لي كلم خالد عفتاح لأنه هو هيلعب جنبك وخالد عفتاح ده كان أول ماتش لي ينهرب يد فالموضوع كبير وموضوع يعني هو من المداربين اللي ما بيشيلش لحد ما بيحبوه ما بيحبوش يعني أنت مثلا لو حد عند حارتك مثلا بيعملك حاجة أو بيعمل إفرطة عشان خطر حارتك بتشيله اللي هو بيعمله بتبقى شيله الجميلة أو ايش عايزه يشيله عايزه يبقى فيه يعادرك خلاص أنا كنت عايزه يبقى فيه رامي وحش قول لي أنا وحش وغير من نفسي لأنني أبقى حبي كده يعني تعالي أقول لي رامي أنت وحش في كذا 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 وأنا أبتدي أتقبل ده وأبتدي أغير نفسي وأخش الجم وهتم بالأنا وأنت أصلا بتعمل كده بالزفت كده لأننا عايشين عشان نتعلم مزبوط ما أنا لسه هغلط يعني الناس دلوقتي بيقولك رامي أنا مش كويس أنا لسه فيه أخطاء بعملها لسه أصلحها ولسه أعملها ولسه ولسه هغلط أي كرة كده يعني حارتك قبل كده وانت حارتك بتلعب عمرك فكرت في لحظة أنت وصلت للكمال لا مستحيل يعني صعب مفيش حد يوصل للكمال مر الله يعني لعبت الزمالك فلعبت الزمالك قدت بشكل ممتاز وكان بخالد عفتاح وكان أول ماتش لي يعني أنا فاكر خالد عفتاح بعض الماتش بيشكرني على أن أنا مديله الثقة وأننا جنب بعض بيكال كثير مع بعض وأننا شايلين بعض فأنا بقول موقف بسيط أنهما يعني لما كان بيحتاجني بيه لقيني هو ده دوري كان في النادي بس بعدها رجع عادك تالي آه برجع عاد مهما ألعب مهما أتمرن يعني أنا كنت فاكر حتى حتى التمرين نعم نعم كان بيلعب مثلا تأسيمة لو بيلعب تأسيمة فرقة تدي فرقة بيخلين أنا بره لغاية ما يشوف فقا مثلا لو حد تعب بيدخلي مكانه معقولة آه طبعا ده طبيعي بيتأثر عن نفسي بيتأثر عن نفسي بس الغبي ليأخدها كده بالنسبة للعيبة مش طبيعي طب بس يعني أنا مش لعيب صاعد ولا لعيب صغير لعيب لعيبت ورحت المنتخب بس حارتك لو فكرت في الكلام اللي انت بتقوله ده هتضغط نفسك أكتر لا جميل بس الواحد دي أمتدايق طبيعي أنا أقولت حارتك أنا ببقى رجع البيت مش طبيعي نفسي فأهلي بقى اللي بيستحملوني بس أنا مش معا إن اللعيب لما يبقى عاد احتياطي يقعد يفكر أنا أنا لعيب كبير أنا لعيب لي يا اسمي انت يحسب ليك ما نطقتش ما نطقتش فكر إنك ترجع تاني فكر إنك تدوس على نفسك فكر إنك ده كان تفكيرك سعيد ده كان تفكيري ولكن تفكرت لو فكرت بتفكير حارتك اللي قلتلي لا أنا لعيب كبير أنا لعيب قديم أنا لعيب لي يا اسم لا فكرتش فكرة ما لكش اسمي فكرة طول ما انت بتلعب لازم تثبت نفسك وتعمل اسم جديد ما فيش حكي اسمها انت وقفت عند اسم كذا لا فيه بطولة تانية عايزة أحارب عليها وعايزة أخدها وعايزة أزبت نفسي أكتر فده كان تفكيري سعيدة أي مشكلة إن أنا مهما عبارة حتى كان فيه العيبة كتيرة بدون ذكر الأسماء كان بتعمل مشاكل والعيبة تتعامل معها بأسلوب وحش أنا كنت أخد بعضي كده بعد التمرين بهدوء أخش الجيم أطلع الكابتن لجوايا بشوية حديد وتجعلها روح البيت بس تبقى صعبة زي ما حررتك قلت بس ما تسمعش بقى الحاجة بس جيت في الوقت ده فكرت إنك تخرج عارف فكرت لما تكلمت مع حارتك دي بقى النقطة اللي أنا بقول لها حارتك فيها كنت بتكلم مع والدي في البيت لما شافني إن أنا طلوقتي قاعد سرحان بتفرج على زميلي في الملعب وأنا متدايق ليس متدايق إنهم بيلعبوا متدايق إن أنا نفس أكون معاهم يعني ده طبيعي بتفرج عليهم متدايق مش مقصود كمان الفرقة راح تكسل عالم كلها وخد وراد صغرين ما خد لعيبة ناشئين ما خدنيش أنا الوعيد يعني حسسني إن أنا كنت أنا العمل زي ويقوله كده الحاجة الفاسدة اللي في القفص فبرضو ليه تقدير أنا مش أصدي حاجة بالعكس لا 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 ليه اللي احترامه لأنه عمل نتائج كويسة مع الآلي وحقق تلت عالم مع الآلي وليه اللي احترام لأنه هو مدرب شخصية محترمة ومدرب عمل نتائج فده ده لأنه هو مدرب كويس تمام فكل ده تقبلته عادي ما فيش مشكلة خالص بس جيت بقى فترة عليا كانت ضغط نفسي عليا قوي 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 يعني حتى الفترة دي قررت إن أنا والدي يعني اتكلم معي في حيطة إن أنت تتجوز تحاول تفصل دماغك شوية تحاول تبعد عن الكرة خالص إنك تفصل إنك تتجوز تحاول تستقر تحاول تشغل دماغك بحاجة تانية كويس والدي دكتور تحليلي لو حارتك أكيد عارف يعني اتكلمنا مع بعض فلما اتكلمنا مع بعض قال لي طب ما اتكلم كابتن شو بير شوف لو عنده أفكار لأنه هو بيسك في حارتك جدا وفي أفكار حارتك زي ما قولت حارتك يعني عالم يعني فكان فيه مكلمة بين حضرتك واتكلمنا مع بعض وكان كلام حضرتك أنت لو شايف إنك يا رامي مش حاسس إنك ليك بشكل أساسي أو مشاركة مع النادي ممكن تطلع عارة لغاية ما تخلص الفترة بتاعتك مع العارة وترجع للنادي تاني يكون هو فكر هو محتاجك مش محتاجك فأنا لما فكرت أنا والدي بعد ما قفلت مع حضرتك لأيت كلام حضرتك صح بس بس كانت قيل علي أن أنا أخرج بصراحة يعني ما كنتش عارف عملها إزاي بس فلما كلمت أكبر تنعمة النحاس كان قريب مني لأنه هو كان مسكني في الناشئين كان مسكني في الناشئين كان هو مدير قطاع الناشئين ساعتها لما أتلاقي الدرجة أولى نعم فتكلمت معاه وبرضه عرضت الفكرة لأني قلت له كابتن شوبير قال لي كذا 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 إيه رأي حضرتك قال لي بص يا رامي أنت الفكرة أنك تختار مدرب يقدر يطلع اللي عندك نعم يقدر يستحميل وعمل شعط مدرب شعط وعرفني من الناشئين فقال لي لو عايز تيجي المؤولين أنا تحت عمرك نشوف عارة اللي أنت عايزها والإعارة دي لحد ما تخلص هم يكرروا عايزينك أو لا أو وإنت تبقى تختار المؤولين عملوا كواس قوي بالظبط كذا فأنا كنت ما عنديش مشكلة رحنا عادنا معاه في المكتب أنا واخوية مع كابتن عماد وكنا فيه اتصالات كتيرة قوي 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 في الفترة دي لأنهما كانوا في قطر في كاس العام زي ما حررتها كنت عشان أوصل لكابتن محمود الخطيف إن هو يوافق على الإعارة نعم وكلمت كابتن سيد وكلمت في تواصل إحنا كنا رحيين بالزبط على الساعة تسعة أنا واخوية تسعة بالليل تسعة بالليل وباب القط بإيه في الاثناشر نظبوت قاعدين في المكتب كل ده نكلمهم شوية وكابتن سيد يقول لي أنا في التمرين هارجع للأوتيل يا رمي وأكلمك وكابتن عيب جنبي جنة وعين في النهار أه وأتناقش معك وأتناقش مع كابتن ونوافق على الإعارة أو لا فقاعد كلمني بعد الساعة تسعة كلمني على الساعة 11 تاني بعدين كل ده مع كابتن عيب نحاس بقى وعادين بنتكلم عن ذكريات خصص أول مرة تتحكي أه بصراحة أول مرة حكيها بصراحة وعادين نتكلم عن الذكريات والأهل وبطلق كابتن عيبات طبعا شخصية محترمة وجميلة وناجحة فبرضو كابتن كلمني بقى كابتن محمود الخطيب كلمني مع كابتن السايد قال لي يا رامي ده قرارك النهائي أنت عايز تطلع عارة أنت عارف أنا بحبك وبحترمك إزاي وأنا بحبه وبحترمه جدا 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 قبلينا كلنا بصراحة طبعا محدش بيحتاج حاجة ويكلم حد عشان يوصل لكابتن معك أنا محتاج حاجة بتكلم أي حاجة بتكلم كابتن خطيب بتكلم كابتن خطيب على طول بيبقى جنبنا محتاجين أي حاجة بتكلمه على طول إلا النواحة الفنية إلا النواحة الفنية محدش أدري تكلم فيه طبعا جميل فقال لي ده قرارك النهائي وقالت له كابتن أنا مش قراري النهائي بس عشان أنا محتاج ألعب أنا ولا بطلع عشان أنا مش عاجبني أي حاجة ولا بيطلعت فشوف حارتك عابب إيه وأنا ما حارتك قال لي طيب هنقفل ونكلمك تاني نقولك على القرار حال كلموني الساعة 12 و دي قالوا لي موافقين كان السيسيم أفا وربما ضرات النفعة بالضبط فكلموني قالوا لي كابتن عمادي النحاس طبعا لما خدنا أنا كنت ماضيت ماضيت ومستني أنا ماضي أسامية كلها فترة القارة اللي أنا عادة ومستني إنهم يقولوا قرار عشان فلما كنت أفا لكابتن عمادي النحاس حق العاصلين بينه بينك عايزينك عايزينك واكتهد وكمل في شغلك وخليك ساكد بصراحة كابتال مدن النحاس قال لي خليك التزم الصمت واشتغل وتمرن هجي لك يا كورة كده في متغيرات كتير جميل فركز يعني